اولا مبروك السوبر الافريقي يا زمالك عداني العب عداني العب لا ده انا حيعديني العب اوي النهاردة وحتنبسطه اوي يا زمالكوية اوي النهاردة من الحلقة دي مبروك مبروك مستحق مستحق الزمالك سرق الكاس ما سرقوش ولا كلمة ولا كلمة واي اهلاوي ربع منصف مش منصف كامل ربع منصف حتلاقي بيقول هذا الكلام نحن لم نستحق الفوز الاهلاوية لم نستحق التتويج وحتى وصولنا للضربات الجزاء كان يعني توفيق من ربنا لان الزمالك كان الافضل في كل شيء وكان متسايد المباراة بشكل كامل الحقيقة الاهل مجاش الاهل مجاش ملعب ارينا في المملكة رقم ثلاثة كل الناس كل الناس من يوم الجمعة لحد النهاردة بتتكلم لماذا خسر الاهلي وعن مين يقولوا بقى الغرور والاعتلاء والمشاعة في قليل وكذا وانا في رأيي انه قمة الظلم هذا التحليل قمة الظلم ان نحلل المباراة ونبدأ التحليل فيها بقى لماذا خسر الاهلي يجب ان يكون التحليل لماذا فاز الزمالك لان الزمالك عمل الحاجات اللي تخليه فوز فده اللي لازم يتشاور عليه ولازم الزمالكوية يخضو حقهم في ده لانه فكرة انه الزمالك فاز عشان الاهلي كان وحش ده فيه خفص لقيمة اللي عمله رجالة الزمالك يوم الجمعة في السعودية الحقيقة يا وانتو عارفين ان انا اهلاوي واهلاوي متعصب جدا 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 لكن تعصبي وتحيزي في الانتماء للنادي الاهلي لا يعميني عن قول الحق في هذا البنانك حتى ولو كان يعني البنانك ده متهم بانه منحز للون الاحمر لكن انتو بتشوفوا الموضوعية في التناول يا لماذا فاز الزمالك لانه فعل كل شيء صح عكس اللي عمله الاهلي كل شيء غلط واحد لأول مرة منذ سنوات طويلة جدا 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 اشوف روح الفانيلا السودا والزمالك كان لابس فانيلا سودا وانا اعتقد ان الزمالكوية خلاص هاتفقلوا بالطقم الاسود البديل ده وممكن يلمسوا في مطشط كتير لكن ايا كان سودا ولا بيضة اللي هو الفانيلا الاصلي النادي الاهلي النادي الزمالك لكن في النهاية في روح شفتها في التسعين دقيقة عند نادي الزمالك انا ما شفتهاش في مبرايات الاهلي والزمالك يمكن من اكتر من 20 سنة حتى في بعض المطشط الاخرى اللي الزمالك فاز فيها في العشرين سنة اللي فاتوا دول ما كانتش الروح كده انا شفت روح يوم الجمعة اللي فاتت مختلفة تماما عن اللي شفتها من جيلين مثلا ثلاثة من اللي لعبه في نادي الزمالك خلال العشرين سنة اللي فاتوا فالروح فرقت جدا الرغبة في الفوز كانت واضحة من اول دقيقة اول لعبة نزل ملعب وهي بتسخن واثناء الشط الاول وحتى بعد ضربة الجزاء اللي الزمالكوية شايفين انها مش صحيحة وكذا وكذا والدربكة اللي حصلت ومع ذلك الزمالكوية فقدوش حمسهم ولا رغبتهم في الفوز بل دخلوا قط اللبس وطلعوا اكثر حماسة واسرارا على تعقل الفوز والدليل ان الشط التالي كان وان سايد جيم وان سايد جيم تلاتة جمهور الزمالك اللي الحقيقة يستاهل الفرحة دي لانه صبر كتير وزعل كتير وفرقته صدمته كتير وكباسته كتير لكن ولا مرة رمى الفوطة ولا مرة بطل يشجع ولا مرة بطل يقازر ولا مرة اتكسر حتى ربع كسرة طول الوقت بنفس قوته بنفس حماسه بنفس مؤذرته بنفس دخلاته الحلوة اللي لازم كمان احييها على الجباهير اللي حضرت المباراة في الدخلات الحلوة اللي اتعملت في جمهور الزمالك رقم اربعة مجلس الادارة بتاع الزمالك الجديد وانا قلت لحرككم هذا الكلام من فترة ويمكن محدش صدقني ساعتها وكله قال لك يا عم دول بيعملوا ايه دول قاعدين في الغرف مش عارفك قلتلكوا ان الزمالك لديه مجلس ادارة جديد يعمل في صمت خدوا بالكوا الادارة مدارس الادارة مش بالضرورة تكون بالصوت العالي والتصريحات وانا اطلع عملة الاعلام كلام ومش عارف ايه والنتيجة على ما فيش انا من انصار اشتغل كتير واتكلم قليل اشتغل كتير واتكلم قليل وده اللي بيعملوا مجلس زارة نادة الزمالك حسين لبيب وشام نصر والمندوه وكل السادة الافاضل اللي موجودين في مجلس الادارة اللي مباركة والله من القلب لانه كلهم اصدقاء اعزاء وبقول لهم برافو اشتغلوا بالراحة ومنجر دوشة وبيتعرضوا لضغوط وعندهم مشاكل وديون مالية وايقاف قيد كل ثلاث ايام ومش عارف ايه مع ذلك ولا حاجة من دي اثرت عليهم واشتغلوا وعرفوا بصفقات ذكية صفقات ذكية انهم يعلوا الاسكواد بتاع نادي الزمالك لدرجة بقى الفرقة تقيلة تخيلوا بقى دلوقتي شكبالة خلاص بلوش مكان في الملعب مش عارف مين ممكن يقعد احطياتي عادي لان الفرقة بقى فيها تبادل وتوافق وده اللي شفناه يوم الجمعة اللي فات يتشال مصطفى شلبي ينزل مشلاك مش عارف يتشال راس حربة اللي هو الجزيري ينزل اتنين راس حربة عمر فرج ونصر منسي مش عارف يتشال مين ينزل خلاص البدائل بقت متوفرة واللي قاعد بره ربما كمان احسن من اللي بيلعب واللي بره واللي بيحسن يعني الدنيا زبطت ده مش وليل الصدفة ده وليل تخطيط وعمل في صمت وكان الحقيقة زكاة من مجلس دارة الزمالك كمان انه ما يطنطنش كتير خلال الفترة اللي فاتت عشان ما يفتش النظر ليه يقول لك خلي الناس كلها تقول ان احنا ضايعين ويخلي الناس كلها تقول ان الاهلي فارق والاهلي حيدسنا والاهلي حيكسبنا ستة سبعة ومجي عارف ايه او ما فرحانين حتى ما طلعوش رده بس الرد كان في الملعب الرد كان في الملعب فبصراحة شابو شابو برفع القباة على مجلس دارة الزمالك ويلعبته وجماهيره وحتى على بصاحة فكرة انه يوريهم فقط اللبس قبل ما يطلعوا الملعب كل الفيديوهات بتاعة المحللين اللي التليعت على الزمالك والتليعت على فكرة الزمالك وانه مالوش لازم يلعب ومالوش عبيوه الزمالك خسران خسران وكذا وده جزء نفسي مهم جدا ان انت توريني ان انا شرفي على المحك اسمي وشرفي وتاريخي على المحك فحنزل مش بس حقات العلماتش حقاتل عشان شرفي وصمعتي كمان فكتحركة ذجية جدا من الجهاز الفني والإداري نات زمالك انه يوريهم فقط اللبس التريقة اللي التريقة وعليهم وقال لهم ردوا بقى في الملعب فلهذه الاسباب مجتمعة فاز الزمالك